يتميز بشكله الغريب المثير للدهشة والرعب وأنيابه التي تنمو طيلة حياته ويعتبر أكبر حيوان في مجموعة الثديات البحرية التي يطلق عليها زعنفيات الأقدام والتي يمكنها العيش في البحر وخارجه سنتعرف معا على حيوان الفض يتميز بجسم إنسيابي وأربعة أطراف تنتهي بزعانف تمنحه مهارة وقوة في السباحة كما يغطي جسمه طبقة كثيفة من الدهون تشكل عازلا للهواء وتعمل على المحافظة على درجة حرارة الجسم حتى لو كان الحيوان في أعماق البحر يتراوح طول الفض بين مترين وأربع أمتار في حين يصل وزنه حوالي الألف وسبعمائة كيلو جرام والذكور بصفة عامة أكبر حجما من الإناث تتواجد في بحار القطب الشمالي وهي حيوانات برية وبحرية وهناك نوعان فرعيان الفض الأطلسي وفض المحيط الهادي وهما متشابهان ولكن ذكر فض المحيط الهادي أكبر قليلا وأنيابه أطول كما أنها قادرة على إبطاء ضربات قلبها لتحمل درجة الحرارة التي تصل إلى ناقص خمسة وثلاثين درجة مئوية وتستطيع البقاء تحت الماء لثلاثين دقيقة يتميز بسماكة جلده وخشونته مما يوفر له قوة الجر على الجليد وأهم ما يميز هذا الكائن فمه العريض الذي يتدلى منه زوج من الأنياب العاجية الحادة التي يصل طول كلا منها لأكثر من متر تقريبا لذلك يستخدمها كوسيلة للدفاع عن نفسه وتساعده في تسلق الصخور الجليدية والبحث عن الطعام وهي حيوانات اجتماعية تعيش مع بعضها البعض في مجموعات كبيرة جدا يصل عدد أفرادها لأكثر من ألف فض ولهذا يمكن سماع خوار ذلك القطيع من مسافة مئات الأميال والفض حيوان رشيق جدا داخل الماء فقط إذ تنقصه تلك البراعة في التحرك على اليابسة ويمكنه السباحة بسرعة خمسة وثلاثون كيلو متر في الساعة كما يمتلك أكياسا هوائية حول رقبته تساعده في إبقاء رأسه فوق الماء حتى ولو كان نائما يتم اختيار الذكور المهيمنة حسب العمر وحجم الجسم وطول الأنياب والتي تلعب دورا اجتماعي حيث تستخدمهم حيوانات الفض في قطيعهم من أجل عروض الهيمنة والتزاوج وتنجذب الإناث للذكور التي تستخدم الأنياب للنقر على الجليد تحت الماء ويتم التزاوج تحت الماء يغطي جسم الفض فراء كثيف يسقط ويتغير بصورة دورية في شهر تموز من كل عام حيث ينمو غيره مع أوائل الخريف كما يعلو جسمه الضخم رأسا صغير يخلو من الأذن الخارجية حيث توجد الأذن داخل الجلد يتغذى بشكل أساسي على المحار وهو غذاؤه المفضل كما يأكل أيضا مجموعة متنوعة من الرخويات والروبيان وسرطان البحر والكائنات البحرية الصغيرة الأخرى وبعض الطيور البحرية يتعرض هذا الحيوان إلى التهديد من قبل الحوت القاتل أوركا والدب القطبي الضخم الذي يعتبر العدو الأكثر خطورة على حياته ويمكن أن يعيش الفض حتى الأربعين عاما كما أنه يتعرض للتهديد من قبل البشر حيث يقومون بإصطياده للحصول على أنيابه العاجية القوية التي تباع بأسعار غالية جدا والاستمتاع بمذاق لحمه ودهنه الوفير واسمه باللغة اللاتينية يعني حصان البحر ذو الأنياب الحادة المسننة ما رأيكم في هذا الكائن الغريب والمرعب؟ شاركونا آراءكم في التعليقات ونتمنى أن يكون التقرير قد نال إعجابكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى